السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله جميعا. آآ ان شاء الله النهارة هنتكلم بس في كم نقطة بحيث آآ اكتر من سؤال جاي يعني في الحضور خلال الكورس ازاي بسجل الحضور. اول حاجة احنا بنكون فاتحين برنامج الزوم بهذا الشكل. طبعا البرنامج بيكون موجود فيه شاية. في اخر المحاضرة بعد ما بينتهي المحاضرة من شرح المحاضرة آآ بتبدأ فكرة الاسائم. بنبعد رابط الحضور اسناء المحاضرة. الرابط بيكون بهذا الشكل. وفي نفس الوقت بيكون فيه بس مباشر. فبعد في رابط الحضور بيكون بهذا الشكل. لينك المسبب. اللينك اللي بنون لازرق. حضرتك لما بتضغط عليه بيظهر لك. ولو حضرتك فاتح من بتسكتوب برضو بتلاقيه رابط الحضور وموجود مسبب. حضرتك بتضغط عليه بيظهر لك ايه. الشغل بتاع رابط الحضور بتاع ايه. آآ تقييم المحاضرة واللي احنا بناخد من خلاله غياب اخر كله من حاضرة. بيكون مجموعة من اسئلة زي عنوان البريد الالكتروني واسمك وتخطيمات عامة للمحاضرة اهم حاجة بالنسبة لي طبعا بالنسبة الشغل الاولي. الكود الكود ده حضرتك لما بتحضر مرة بيبتدي ينزل اسمك في الغياب بيبتدي يكون موجود جنب حضرتك الكود. الكود هدفه التسهيل لعضرتك بحيس ان انت لما تراجع التسليمات بتاعتك او تراجع التسليمات بتاعتك يبقى فيه شيط حضور يكون موجود يقدر يقول لحضرتك انت كده تمام هل انت تكمل تسليمات بتاعتك ولا لأ? فانا دلوقتي هنبين طبعا المكتبة اللي احنا من خلالها ان شاء الله هنتابع الغياب اثناء الكورس بحيس ان احنا نشوف احنا ازاي نتأكد ان التسليمات ما وصلت او لأ. طبعا حضرتك بعد ما بتضغط ارسال لنموذج ده بيتبعت لك رسالة على الايميل بتاعك بيكون فيها نسخة من الرد ده. بعد تتأكد حضرتك ان ان انت كده تمام. بتقدر حضرتك فاعتها تبقى متأكل من الحضور بتاعك نزل. بمغارب ما بحصل تحديث للكشف. الغياب اللي كان موجود فيه بيكون خلاص كده حضرتك تم كده. طبعا ده جزء من التقييمات اللي بيتم اثناء المحاضرة. وآآ طبعا انت لو جيت تفتح نفس النموذج مرة تانية بعد ما بترسل بيقول اخلقات سنة الرد من قبل ده معلقة ان الرد تحتك وصل. هيكون لنا مكتبة هيكون فيها حاجة بهذا الشكل زي الغياب ده. الغياب ده هنخش عليه بحيث ان احنا نعرف احنا سجلنا حضور ولا لا. وليكن مسلا من شكل الغياب وليكن بهذا الشكل اي تسليم لو حضرتك مسلا ده رقم كشف وليكن اي رقم مش مشكلة. وليكن مسلا لك تشغلها هتلاقي رقم واحد. رقم واحد معنا انا حضرتك حضرت. طب لو كان تسليم تسك رقم واحد معناه بيتم مسلم. طب لو كان فاضي كده او موجود مكانه صفر يبقى حضرتك مسلمتش او موجودش موجود. طيب في حاجة برضو عايز اكد عليها ان احنا دايما اسنان المحاضرة لما بنكون عايزين ان احنا نشارك المحاضرة باي سؤال بنعمل رايز هن. رايز هن دي من اللي هي في الرياكشنز. الرياكشنز دي اللي هي بشكل ده. لو انا اخترت منهم تلمة رايز هن دي بتظهر عندي فانا اسنان المحاضرة بفتح لحضرتك الايه? المايك. طيب حاجة كمان اسنان المحاضرة في بعض الاحيان بعض الاحيان يعني حضور اسنان المحاضرة مش بيسمع الصوت داخل دقعة الصوم. بيبقى عنده مشكلة. مش سامح حاجة. هو موجود وشايف الشير سكرين اللي شغال بس مش عارف ايه المشكلة مش سامح حاجة. طيب هو ما بيبقى السامح ليه? ولو دخل على البس المباشر بيسمع الصوت عادي يعني. ايه المشكلة? مشكلة انا حضرتك لو انت فتح من المويل بهزا الشكل هتلاقي حضرتك لو حضرتك لقيت هنا السماعة دي اللي هي المايك. لو حضرتك ضغطت عليها هتختار حاجة اسمها لو ضغطت عليها هيبتدي بعد كده الصوت عندك تشتغل. طب لو حضرتك فتح من اللاب توب وفتح من اللي هو الجهاز الكمبيوتر بيسي. عضرتك هتلاقي حاجة ظهر لك بهزا الشكل اللي هي جوين كمبيوتر او لو حضرتك ضغطت على المايك هتلاقي بيطلع لك خيار منه اللي هو جوين كمبيوتر اوديو. عضرتك لو ضغطت عليه يبقى كده ان شاء الله التسجيل بتاع حضرتك هيكون تشتغل. اللي هو الصوت. ده كده النقاط اللي احنا حابنا ان احنا نتكلم فيها وبعد انا اورح حضرتكم باللوقتي اللينك المكتبة ازاي اوصله. طبعا حضرتك لما بتشتغل على المجموعة بتاعتك في الرجوم حضرتك مثلا ولياكم مهارات تدبر الكريم مجموعة دي. حضرتك طبعا لو موجود معي على التليفون بتضغط على المجموعة من فوق. الظرور طبعا يعني اللي هو كده لو ضغطت على المجموعة من فوق كده بيزهر لك القائمة دي بتظهر لك في بيزهر لك اللي هو فاتح لكشاته هنا. ده طبعا ان انا فاتح من فهو بيزهر معي الحاجة دي على جنب. هتلاقي هنا رابط اسم رابط المكتبة. ولو ضغطت للمشاهدة المساعدة تلاقي قائمة التشغال على الاتيوب. طبعا قائمة التشغال على الاتيوب ده اللي بيودين المحاضرات المحاضر الاولى المحاضرات. المحاضرات ثالثة وكزا. طيب ايه المكتبة? المكتبة دي اللي موجود فيها الغيابة اللي احنا اتكلمنا عليه. هنلاقي هنا ان شاء الله الفترة الجاية هنلاقي هنا ملف آآ وورد. هيكون عليه اللينكات الهامة. لينك مسلا زي تسليم التسك الاولاني. وشرح التسك مسلا. وهنحط فيه بحيث ان كل اللينكات الهامة تكون موجودة في مكان واحد بحيث ان مهما رسائل حصل فيها المشاكل. المكان يبقى موحد يعني. ده ان شاء الله هتلاقي ملف هنا ملف وورد. ان شاء الله يكون عليه مسلا كل اللينكات الهامة. مسلا لينك اليوتيوب لينك التسك الاولاني وبعدين مثلا لما هيقفل النزل التسك التاني وكذا وبعدين ده لينك الغياب متابعة الغياب طبعا انا ببتدي اشوفه طبعا لينك الغياب بيحدث مش بيحدث لانا بحادثه يدوي فممكن مسلا حد يكون قال لي مشكلة معينة او حلنا مشكلة فممكن بعد فترة ما يليش التحديث بتاعه لسه ما نزلش لازم انا ابعت في الجروب او اللغم جمعة تم تحديث المكتب ساعتها يبقى النزل الغياب الجديد واي تعديلات حصلت نزلت طيب انا فليمك المكتبة ده محتاج ايه طبعا لو انا عارف الكود بتاعي مثلا الف واتنين طبعا انا ما بعارف مثلا ان انا ده الغياب بتاعي مسلا فالمحاضر الاولى انا محضوط جمبي واحد يبقى انا كده حضرت لو مش محضوط جمبي رقم واليبقى انا خلاص كده ما حضرتش طيب تسلم التصك لو موجود جمبي واحد يبقى انا سلمت لو موجود فاضل كده يبقى انا مسلمتش كده تمام بالنسبة للايه موضوع الايه الكود. طيب انا ازاي ينزل لكود حضرات بتحضر في محاضرة وبتنتظر لحد لما بينزل لينك الحضور. بعد ما حضرات بتسجل الحضور. انا ببتدأ اشوف الاسماء اللي عندي. لما بلاي اسماء زادت ببتدأ ازودهم تحت جدا. ببتدأ ينزل الاسماء الجديدة الموجودة وتحط لها كود. ويبتدأ يتسجل لها ايه? الحضور بتاعها وتسجل بتاعتها لو اه كانت سلمت وجده. بهذا الشكل وهذا النظام. الاسم طبعا اللي ما اقول هنا ده الاسم اللي هيخضر بالحضورتك في الشهادة في الاخر خاص. فلو في حد عنده اي اه تعديل على الاسم او اي حاجة انا موجودة معاكم على على الجروب بالحضرات بس اتبعتلي في الخاص. انا رقم كاشف كزا انا كود كزا. عايز الاسم في الشهادة يكون كزا. بس هاروح واخد الاسم اللي حضراتك اتبعته لي واروح حقه مكان الكود آآ ويبه خلاص. يبقى كده الاسم ده ان شاء الله الاسم اللي بعد نهاية الكورس. لو حضرتك استوفيت الشروط للحضور. وتسليمات التسقات اللي المحاضر طالبها ويكون التسقات مقبولة. يعني بتبوزل فيها مجهود. او اي اختبارات هيوفرها المحاضر. خلال فترة الكورس حضرتك مطالب باكتياس جميع ايه? الحاجات دي. لما بتكتزها بازن الله بتصدر حضرتك الشهادة في الاخر. الشهادة طبعا صوفت قوبي. يعني موفرها حضرتك زي ملف من ايه? فهددك بتصدر بعض اي مكان ما فيش اي مشكلة. آآ اتمنى كده كل الاسئلة اللي اتسألت لي على الخاصة اقوموا من ادات تاني اجاوب عليها. مشكورا جزيلا لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.